طلاب وطالبات تاني عدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أشرف سعيد لشرح منهج اللغة العربية ومعادنا النهاردة إن شاء الله مع أول درسة كراءة من دروس الترمي التاني الدرس ده بعنوان الكنز قبل أن يضيب إيه هو الكنز اللي الرجل في الدرس ده بيحاول يكلمنا عنه؟ الكنز ده هو أداة أو وسيلة أو شيء يمتلكه كل إنسان فينا لو الإنسان استغل الكنز ده استغلال صح هيستطيع أن يملك كل شيء الكنز ده هو العملة الوحيدة اللي موجودة عند كل إنسان وإنت الوحيد أو كل واحد فينا هو الوحيد اللي يمكن من خلال عقله وتجاربه إنه هو يحدد هيستفيد من الكنز ده إزاي؟ الكنز ده هو حياة الإنسان وعمره حياة الإنسان وعمره باختصار الوقت الوقت لو الإنسان منه استطاع إنه هو يستغل الوقت لاستغلال الأمثل هيستفيد بكل شيء في حياته الكنز قبل أن يضيع درس يتحدث عن أهمية الوقت تعالوا نروح للفكرة الأولى ونشوف الفكرة دي بيتبين لنا إيه من أفكار الدرس الفكرة الأولى بعنوان الاختلاف في مفهوم الوقت والاتفاق على أهميته لو جينا بصنا للعصور لو أنت بصت لنفسك وبصت لولدك أو بصت لجدك قبل كده أو بصت لأولادك فيما بعد إن شاء الله هتلاقي كل واحد من دول فهم الوقت بمفهوم مختلف عن التاني أنت ليك مفهوم محدد وباباك ليه مفهوم محدد وجدك ليه مفهوم محدد وكل واحد فينا بيبص للوقت من خلال مفهومه بتاعه إذن كل الناس ما اتفقوش على تحديد مفهوم معين للوقت لكن اتفقوا على حاجة واحدة بس إيه هي أهمية الوقت يبقى اختلفوا في تحديد مفهوم للوقت لأن لكل جيل من الأجيال أنت أو باباك أو جدك أو أي حد ليه أهداف واتجاهات مختلفة عن التاني فكل واحد بيبص للوقت بمفهوم مختلف عن التاني طيب اتفقتوا كلكوا على إيه؟ اتفقتوا على أهمية الوقت وإنه هو الكنز اللي إحنا أو كل واحد فينا استطاع أن هو يستغله لاستغلال الأمثل استطاع أن يملك كل شيء طيب الوقت في حد يتكلم عنه قديما أو حديثا أطبعا في ناس كتير جدا تكلمت عن أهمية الوقت زي مثلا القول العرب المأثور اللي هو بيقول لك إيه؟ الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك يعني إيه الكلام ده؟ يعني الوقت عمل زي السيف لو أنت ما قدرتش تستغله صح هتندم على اللي أنت ضيعته من وقتك في يوم من الأيام وساعتها مش هينفع الندم القول الثاني قول زاكي ناجيب محمود قال إيه؟ قال الحكمة أن تضيف حياة إلى سنواتك لا أن تضيف سنوات إلى حياتك يعني إيه الكلام ده؟ تعالوا هضرب لكم سال صغير إحنا ممكن نلاقي طفل صغير بس دماغه كبيرة قوي ونلاقي حد كبير ودماغه صغيرة جدا فلما بنيك نبص للولد الصغير ده بنقول عليه إيه؟ بنقول عليه إن الولد ده دماغه أكبر من سنه يعني ممكن يديك معلومة يديك فايدة يديك أي حاجة تنفع المجتمع وتنفع البشرية من خلال سنه الصغير ده أو هو في سنه الصغير ده لكن فيه واحد تاني كبير عمره 60-70 سنة لكن غير مفيد فإذن الطفل الصغير أضاف سنوات إلى حياته الصغيرة أما الرجل الكبير الذي لم يفد المجتمع في أي شيء عمل إيه؟ أضاف سنوات إلى حياته بعد سنين وخلاص المقولة الثالثة مقولة شيكسبير بيقول إيه؟ إذا ضيعت الوقت وأنت شاب ضيعك الوقت وأنت كهل يعني وإنت صحيح وإنت شاب لو ما قدرتش تستغل وقتك في تحقيق أهدافك والحاجات اللي إنت عايزها مش هتستطيع أن أنت تحقق الأهداف ديه حتى لو أنت إيه؟ حتى لو أنت كبيرت تعالوا نقرأ الفكرة مع بعض ونشوف أهم معاني الكلمات والأسئلة اللي ممكن تجيلي على الفكرة ديه الفكرة بتقول إيه؟ إن للوقت مفاهيم متعددة ومتبينة تداولتها الأجيال المتعاقبة عبر السنين والعصور واختلفت في تفسيرها بحسب أهداف كل جيل ومشاربه ولكن اتفق الجميع على أهميته وعلى أنه الكنز الذي إذا قدره الإنسان وعرف كيف يستخدمه استطاع أن يملك كل شيء وفيما يلي عرض لبعض الأقوال التي قيلت في هذا الكنز أول مقولة معانا بتقول إيه؟ الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وهذا قول عربي مأثور القول الثاني الحكمة أن تضيف حياة إلى سنواتك بدلا من أن تضيف سنوات إلى حياتك وهذا القول للكاتب زاكي نجيب محمود القول الثالث إذا ضيعت الوقت وأنت شاب ضيعك الوقت وأنت كهل وهذا قول لشيكسيبير بالنسبة لمعاني الكلمات الموجودة معنا في الفكرة عندنا كلمة مفاهيم معناها معاني ومفردها مفهوم كلمة متعددة يعني كثيرة ومختلفة وكلمة متبينة معناها مختلفة ومضضها متافقة أو متوافقة أو متشابهة تداولتها يعني تناقلتها المتعاقبة المتتالية أو المتتابعة أو المتوالية وعكسها المتقطعة العصور هي الأزمان ومفردها العصر تفسيرها يعني توضيحها وشرحها وعكس تفسيرها غموضها كلمة مشارب معناها الاهتمامات والاتجاهات ومفردها مشرب كلمة يملك يعني يحوز ومضضها يفقد كلمة تقطعه المراد منها تقضيه فيما ينفع المأثور اللي احنا خدناه عن أجدادنا وأبأنا كلمة تضيف معناها تزيد كلمة كهل كلمة كهل دي تطلق على مرحلة سنية معينة وهي من الثلاثين إلى الخمسين وجمعها كهول وكهل وكهلان دي كانت أهم المعاني اللي موجودة معانا على الفكرة تعالوا نشوف أهم الأسئلة لو الفكرة دي قتل في الامتحان إيه هي أهم الأسئلة اللي ممكن تجيلي على الفكرة دي أول سؤال معايا بيقول لماذا يختلف تعريف الوقت من جيل إلى آخر ليه بيختلف بسبب اختلاف أهداف كل جيل ومشاربه واتجاهاته عن الجيل الآخر السؤال الثاني على ما اتفقت الأجيال بالنسبة للوقت اتفقوا على إيه؟ وكيف يستطيع الإنسان أن يملك كل شيء؟ اتفقوا على أهمية الوقت وكيف يستطيع الإنسان أن يملك كل شيء؟ عندما يستغل الوقت لاستغلال الإيه؟ الأمثل ويستخدمه فيما يفيد ثلاثة اذكر بعض الأقوال التي تبين أهمية الوقت تبعا فيه أقوال كترة جدا لكن اللي جاء عندنا في الدرس ثلاث أقوال فقط القول الأول الوقت كالسيفي إن لم تقطعه قطعك القول الثاني الحكمة أن تضيف حياة إلى سنواتك بدلا من أن تضيف سنوات إلى حياتك القول الثالث اللي هو إيه؟ إذا ضيعت الوقت وأنت شاب ضيعك الوقت وأنت كهل رقم أربعة اللي ممكن يجيلي على الفكرة يقول إيه؟ اشرح مقولة الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك بمعنى إيه؟ معنى إن الوقت سلحزوا حدين إما أن يستفيد به الإنسان ويحقق ما يريد وإما أن يضيعه فيما لا يفيد السؤال الخامس بيقول لي إشرح إيه؟ إشرح الحكمة التي تقول الحكمة أن تضيف سنوات إلى حياتك بدلا من أن تضيف حياة إلى سنواتك معنى إيه؟ معنى إن الإنسان العاقل اللي هو يقدر يستغل وقته استغلال كويس جدا ويستطيع أن يصل إلى معارفة ومعلومات قد تكون أكبر من إيه؟ من سنه ويفيد الناس بهذا العلم الذي إيه عنده فيخلت ذكره حتى بعد وفاته السؤال السادس اللي ممكن يجيلي على الفكرة بيقول إشرح مقولة إذا ضيعت الوقت وأنت شاب ضيعك الوقت وأنت كهل معنى إيه؟ إن الإنسان لما يكون شاب في ريعان شبابه ويضيع وقته فيما لا يفيد سيندم عليه وهو كبير لأنه يريد وقتها في الوقت ده هو عايز من حاجات معينة كان ممكن يعملها قبل كده فسيندم على ذلك وفي النهاية هو مش هيقدر يعوض الوقت اللي فات منه تاني ده فهيندم عليه أشد الندم دي يا شباب كانت أهم الأسئلة اللي ممكن تيجيلي على الفكرة الأولى لو جات للفكرة دي في الامتحان باختصار إحنا خدنا إيه في الفكرة الأولى؟ خدنا ثلاث حاجات أول حاجة اختلاف الناس في تحديد مفهوم دقيق للوقت ليه؟ بسبب أن لكل جيل أهدافه ومشاربه التي تختلف عن الجيل الذي يسبقه أو الجيل الذي يلحقه لكن خدنا حاجة تانية إن الجميع اتفقوا على همية الوقت ليه؟ لأنه هو الكنز السمين الذي إذا استغله الإنسان لاستغلال الأمثل استطاع أن يملك كل شيء الحاجة الثالثة هي إن إحنا خدنا ثلاث أقوال مأثورة تبين أهمية الوقت الثلاث أقوال ديت إيه هي؟ أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك القول الثاني هو أن تضيف حياة إلى سنواتك بدلا من أن تضيف سنوات إلى حياتك المقولة الثالثة هي إذا ضيعت الوقت وأنت شاب ضيعك الوقت وأنت كهل ودي كانت أهم النقاط اللي إحنا خدناها في الجزء بتاع النهاردة تعالوا نختم الجزء بتاع النهاردة بالسؤال بتاعنا اللي بيقول فيما اختلفت الأجيال وبالنسبة للوقت وفيما اتفقت وبكده يا شباب نكون انتهينا من الجزء الأول من هذا الدرس هاستنى منكم تجاوبوا على السؤال ده بعد ما تذكروا الدرس مذاكرة كويسة جدا وما تنسوش تيجوا في الجزء الثاني عشان في معلومات قيمة جدا هتخليكم تستفيدوا من وقتكم لاستفادة المثلى أرجو من الله سبحانه وتعالى ان انتوا تكونوا استفدتم من هذا الدرس نفعانا الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمزيد من الأسئلة حل تدريبات كتاب الأضواء وتدريبات بنك الأسئلة من خلال اللينك الموجود على الشاشة ولو في سؤال مش عارف تحله ادخل على موقع أو أبليكيشن الأضواء واضغط على اسأل مدرسك واتف سؤالك وهنجوت لك عليه وما تنساش تشترك دلوقتي على قناتنا على اليوتيوب خليك متابع خليك في الأضواء